هل أنا ساهمت في تعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله لتتصور هذا الشغل العلماء والمشايخ والخطباء لا النبي مو نبي هؤلاء فقط النبي نبينا جميعا والمسؤولية كما هي عليك علي وعلى هذه وعلى تلك على الجميع بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعرفه أن يدافع عنه نحن نفتخر بأن إمامنا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله علي اللي كان يدافع عن النبي طيلة حياته من صغر سنة عمر ثمان سنوات بدأ الإمام أمير المؤمنين يدافع عن رسول الله وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله طيب هذا النموذج المشرف هو إمامي أنا ماذا دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كم ذببت عنه كم دافعت عنه كيف نشرت عنه بالمقدار الذي أستطيع بحيث لو يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله سألني ماذا صنعت لي أنا صنعت من أجلكم يا أيها المسلمون كلما أستطيع إلى الحد اللي الله قال لي خفف على نفسك شايف بعد ماكو عندنا نبي خطب في القرآن بأنه خفف على نفسك كافي بعد لتهلك نفسك عليهم ما تسوى القضية هذا الله يقول الله الرحمن الرحيم بالبشر يقول للنبي أنت واجد رحة زايد في الموضوع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تقتل نفسك علشانه ما يحتاج ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خليهم ليس مطلوب من عندك المقدار يستطيع النبي أن يقول لنا أنا صنعت كل شيء كان بإمكاني إلى الحد اللي الله سبحانه وتعالى قال لي خفف على نفسك أنت يا أيها المسلم أنت يا أيتها المسلمة كان بإمكانك أن تدافع عني وما دافعت له لا تنشر عني وما نشرت له لا تقول عني كلمة حق وما قلت له لا إذا عدنا جواب أنه لا إحنا ما كنا نقدر نسوي شيء خلاص من الآن إحنا معذورين بس يخاف الإنسان أن يسأل في ذاك اليوم ويقول أنا ما عندي جواب كان بإمكاني أن أبذل مالا ما بذلت كان بإمكاني أن أنشر كتابا ما نشرت كان بإمكاني أن أستفيد من الإنترنت ما استفدت وعلى هذا المعدل تعريف النبي صلى الله عليه وآله للبشرية اليوم أكثر ضرورة من أي وقت آخر خصوصا أن هناك جهاد تشوه النبي بأفعالها وأعمالها يعني إذا تعطي صورة سيئة عن النبي إحنا ينبغي أن نبادر لكي نبدي ونظهر هذه الصورة الحسنة ونحن بحمد الله أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام عندنا القدر على ذلك أحاديثنا ما فيها أحاديث مشوهة لصورة النبي ولا ممارساتنا أيضا الحمد لله شيعة أهل البيت باتباعهم لهدى آل محمد وانقيادهم لمراجعهم الدينية أعمالهم وأفعالهم منضبطة موزونة لا تشوه الدين طيب فإحنا عندنا قدر لو أردنا أن ننشر اسم رسول الله وفكر رسول الله وعمل رسول الله وشخصية رسول الله